أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريين جميعا يحملون في قلوبهم لأرض السيناء الحبيبة تقديرا لا ينقضي مع تقاضم الزمن وتعاقب الأجيال وأضاف رئيس السيسي في كلمته لشعب المصري في ذكرى الأربعين لتحرير سيناء أنها البقعة الغالية من أرض الوطن والتي ينظر إليها المصريون على أنها درة التاج ومصدر فخري واعتزازي هذه الأمة شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحملها المصريون جميعا في قلوبهم تقديرا لا ينقضي بعد تقاضم الزمن وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية وهي البقعة التي اختارها المولى سبحانه وتعالى لنزل أولى رسالاته السماوية فمكانتها الدينية والتاريخية لين وزعها فيها أحد وموقعها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار عبر العصور المختلفة فهي ملتقى قرات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ترجمة نانسي قنقر